اشتركوا في القناة من هذه النماذج أو فيما يتعلق بأهد التابعين أو حتى في العصر الحالي إلى يومنا هذا هناك نماذج من التطور إذا كان ممكن أستاذ أن يذكر بعض هذه التجارب أو النماذج حتى نستفيد منها ونقتبس منها بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته يا حبيبي يا رسول الله لم يشهد التاريخ عملا حمل فيه إنسان هم الناس كما حمله المؤمنون لماذا بسم الله الرحيم لأن المؤمن وسمهم منين يدير الخير علش يدير الخير يبغي وجه الله ويحب اللي يحب الله أما اللي مفيش ليمان منين يقول كرهة الدين العمل الخير يوسمه بغاد لكي تستعي بيدك لأن المقصود سياسي باش تحارب الدين حينما يذهبون هؤلاء تحت يافطة ما يسمى الصليب الأحمر ويمشون إفغانستان والدول المسلم الفقيرة وتعطيونهم الدقيق والدوا يعطيونهم الدقيق والدوا بيدوا يعطيهم الصليب والإنجيل باليد الأخرى يستغلون فقرانا في ميانمار وفي الصومار وفي كل الأراضي فيذهب هناك النصارى والصليبيون يضحون من أجل دينهم وعقائدهم الباطلة فيكفرون أبناءنا إذن هما كيقول إحنا مسيج معية خيرية إذا رأيتم الذين يناوئوننا في عقيدتنا يقدمون ما يشبه العمال الخيرية فهي تشبه العمال الخيرية في الشكل فقط أما المضمون مقصودها أن يبعدوكم عن دينكم حتى الكريدية اللي يعطيوا للدولة يعطيوها بشروط أن تخلى عن هويتنا عن لغتنا دير هاد المسلسل دير هاد التعليم قلعها العربية دير الفرنسية دير هذي هذي ما تقرهاش قلعها التربية الإسلامية لحقاش قال لك أنتو ما ما قدتوش تكونوا مستقلين ماديا فنستعملوا حتى ما يسمى بالمساعدات بين قوسين من أجل الضغط على المسلمين حتى يقننوا قوانين تفقدنا هويتنا واستقلالنا ولغتنا وديننا شط الخطر دي العمل الخير من المدير وشحنا يا إذا فرغنا الساحة ولم نقم بواجبنا لإغاثة الملهوفين من المسلمين وإطعام الجوع من المسلمين وتعليم الأميين من المسلمين وتفقيه أبناء المسلمين وبنات المسلمين فإن ذلك الفراغ لا يبقى فراغا فالطبيعة لا تقبل الفراغ يملأه أعداؤنا بعمل في ظاهره الخير وباطنه هو أن يفتنوك عن دينك ولذلك نحن نريد أن تشوف المؤمن يدير الخير لا يديره غير في الوقيتة التي تكون الانتخابات غير الوقيتة التي تكون الانتخابات يجي السيد يجي عندك من 60 سن يقول لك واش نبدلو الجمال حصيرة واش نديروه كذا أروح نسجلك باش نعطيك أنت دقيق معناها ما يبقى أن الخير أنت حم إلا حينما يريدون أن يستعملوك سلما ليركبوا عليك حتى يحققوا ما يريدون فيجعلونك أنت في خدمة سياستهم ولو كانت تضاد دينك ها شخص المغربة ولذلك المسلم إلى ما كانش فرض وربع لنا فهو زيد فهو زيد أمر واقعي إما أن نكون أو لا نكون فهو فرضة وضرورة واقعية إلى ما درناش بشينا ولذلك لإسلام من لي جاء جاء المسألة الخير معه معه الذين آمنوا زيد وعاملوا الصالحات الذين آمنوا زيد وعاملوا الصالحات جاي معاه ولذلك نبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والأخيرين باش مدحاته من خديجة من اللي جاء عندها يرتجيف باش مدحاته باش مدحاته واسمو قتله وقولوا لي وارك وتقرأوا في السير أنتم ياكم من ينزل عليه الوحي جاء يرتجيف إلى خديجة قال الله خشيته على نفسي يلا واسمو قتله خديجة قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا علاش إنك زيد تصلوا الرحم ايه وتقرى الضيف ايه تكل الضيف زيد وتكسبوا المعدوم زيد وتحملوا الكل زيد وتعينوا على نواقب الحق شتوكي كان بيقبل ما يتبعث رب يصل الله علي واسلم من اختاروا اختاروا من هذ الناس شو قتله إنك لا تصلوا الرحم ما معنى تصلوا الرحم ما معنى تصلوا الرحم اقول لي واسمو تصلوا الرحم تمشي تزور العائلة هذي صلة رحم تزور العائلة وصلت رحمية تزور العائلة ايه وقول لي واش تصلها رحم وها زورت العائلة صلة الرحم هي واسمو تتفقد الموساكين من العائلة وتعطيهم ما تخليهم شي واللي ماشي مدين وما يصليش تقول له صلي ماشي سلات الرحمية مشي تشوفوا وتبقات الضرف الناس واش ركو تفهموني ولي ماركوش تفهموني خستكم تكون عندكم مفاهيم إسلامية ماشي قال له سلات الرحمية راني مشيت عند خالتي وخالته ما تصلي مواله يمشي عندها ويبقوا يدقوا في عباد الله يكونوا عباد الله هذي قطعة الرحم هذي فيها الصلة ولكن فيها واسمون فيها مشيت باش عندها باش يرحمنا الله احنا مشينا تم مودرنا العمل اللي مرحمناش به الله اللي عذبنا به الله هذي قسمها صيلات واسمون صيلات غضب الله أنا وصلتها ولكن واسمون اديت غضب الله اهضرها في الناس ولذلك كان بيصلع لي وسلم اسمون إنك لا تصلوا الراحم زيد وتقري الضيف كريم 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 تقري الضيف زيد وتحميلوا الكل شكل هو الكل شو هو الكل ها أقول الرجال والنسي كانت ضربعك و الكل شكون هو كل أينما يوجهه لا ياتيب الكل شكون هو الانسان اللي مسكين في المدرتو ما يجي من فاعة مسكين قبله ما يجي بشرس قواله ويحال فمه هذي قوش خليه يضيع تحميلوا مواق مونغوليا دعوا يا هاكم شكي خصوا ياكم خيش مونغوليا متخلف عقليا تحميلوا الكل زيد تكسبوا المعدوم شكوه المعدوم اللي ما عندوه شو تكسبوا ما معنى تكسبوا تديرلو تعلموا تعلموا حرفة باش يكسب تعاون وتكسبوا تكسبوا المعنى معنى مسكين هو باغي يخدموا وقادر ولكن ما كان فين يخدم انت تشري للمرة واسمو تشري لها واسمو شي ماشينا انتها الخياطة هاي تخيط ديرلها واسمو فران باش تدير الخمز باش تبيعه السويقات انتها احذي الجامعة انتها الروضة ها تكسبوا المعدوم الدعم ولكن مش شي دعم بالفلوس بالآلة التي تعينها على العمل وتعينه على أن ينشط ويعمل ليكسب ليكسب باش هو يكسب انت تكسبه وتعينه على نوائب الحق واسمو يا نوائب الحق واسمو يا النوائب الحق ها الازمات المجاعة الجرات جايك لكل شي الحرب حرقت له الدار المرض نوائب المصائب المصائب شتور رسول الله كي كان شكون قالتها فيه لو كان قالتها فيه شي واحد بره نقوله ربما مرة غيره منين قالتها فيه مرت وزوجته فاعلم أنه كان صلاح هو مشي هو اللي قال ديره الخير كان رأسا فيه فعل الخير وقدوة فيه فعل الخير ولم يكون يأمر بشيء حتى يرى الصحابة أنه سبق لفعله فيتأسون به ولي ذلك لما سئلت عائشة عن خلق النبي قالت كان خلقه القرآن كان قرآن يمشي على الأرض والسيد قال لك والديره كانوا وحا المجموع أنت عنا الصحابة اللي كايدروا عمل خير الصحابة كل شي كايدر خير أبو بكر أعطى المال دياله كله عمر أعطى النصف ديال الماله كله عثمان أعطى الجيش ديال العسرة علي بن أبي طالب أبو عبيد عامل برج الرح الصحابة كلهم كلهم النساء النساء سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء نتعوه واش قالهم قال لهم أسرعكم لحوق بأطوال وكنا يدا النساء عنده تسعة خلق تسعة مات وخلق تسعة زوج ما تقبل منه اللي هي خديجة وزينب بنته خزيمة وبقوا تسعة مورا يوه قولوا يا رسل الله شكو نزع ميلة شكو نزع ميلة متنة شكو نزع قيل اللي ولو تلحقك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكم أسرعكنا بي لحوقا أطوالكنا يدا إيوا هم بقوا يطمع وهكذا اللي ديش كل يدها تكون طويلة باش زعمات قول بلي أنا إن شاء الله اللي غدي لحق النبي في الفردة وسكيموت إيوا زينب بنته جوحش مسكين بقصيرات عياء عياء ما كانوا الأخرين طوالات من اللي ما تنبي صلى الله عليه وسلم لاحقته أقصر النساء زينب بنته جوحش قلوا إيحنا حسب أن أطوالكنا يدا هي اللي عندها اللي الطويلة أي الطول الطول ما اسمعونا مادي لكن القصد هو أنها كانت تعمل بيدها وتجيب الصوف وتغزل وتدير البس للمجاهدين وتصدق على المجاهدين من لما تنبيه يديرها العمل فعالموا أن أطوالكنا يدا أي اليد التي تمتد بالخير إلى الناس اليد التي تعمل وتنفع الناس رفايدة تعرفوا رفايدة أو لا تعرفش رفايدة تعرفوا رفايدة أو لا تعرفوش لعمل تطوع أنت على الصحة وكانت ممرضة رفايدة تعرفوها وما تعرفوش أنت رفايدة أنت وما تعرف الصحابيات رفايدة رفايدة تداوي الجرحة في المعارك وهي اللي كانت تداوي سيدنا سعد بن ومعاد فهذه الصيدة اللي كانت في المسجد نتعال نبي صلى الله عليه وسلم رفايدة عائشة واسمو كدر كانت تسقي الجرحة في أحد هذو نسلت على الصحابة والتابعين الخير اللي كان يديرو العاجب العجاب العاجب العجاب اسموه كان يديرو الأمو اسموه كان تديرو اسموه الأفعال تعال الخير اللي درت الأمو في التاريخ اللي هي مشهودة وكبيرة اخطيني بناء المساجد وتعليم الناس ومحويل أمي وتحفيظ القرآن هات الشركة تديرو حتى انتم بلا ما نقوله إذن الأمو انت عموها مصلاح عليه وسلم واسموه العمال الخير في المغري بطيني واحد المثال لتعلم في المغري بقول لي غير المغري القروية شكون هي اللي دار العمل هذا مرا فاطمة الفهرية ابنات مسجد القرويين وجامعة القرويين وش حال ندعم القرن ووي ووي وش حق الرجل ديال العلماء وش حال ديال من اللي محبس على القرويين وما زالت القرويين لحد الآن مكانا للعلم أمرت أمو واللي دارتو واللي دارتو رعا نصدر بهذه مئات سنين من اللي بده ويحفروا المسجد وهي واسموه وهي واسموه صائمة ليلا صائمة صامت الظهر وما فطرت حتى التبنى وكمل يا علنسا زوبيدة تعرفو زوبيدة ولا بتعرفوش تعرفو زوبيدة في التاريخ ما بتعرفوش شكونا عارو زوبيدة شكونا عارو زوبيدة سيلي آو يا ربي زوبيدة زوجتي زوجتي شكونا هارون الرشيد العباسي تعرفوا واسموه وتعرفو ما بتعرفو اسموه واسموه ان شاء الله جابت الساقية نتعلمها من العراق من العراق من العراق حتى المكة حتى الجبل العراق فرعات باقية باقية الساقية ولكن ما فيهش للماء واسموه من بغداد غيلة مكة واسموه واسموه دارت الديار ديال الضيافة اللي يمشي يحج ما يحتاجش يدي مع الفلوس باش يأكل يبات في ضيار الريافة ويأكل ويشرب على نافقتها يعني على 20 كيلومتر وال40 كيلومتر الدير دار كبيرة وفي هالناس اللي يخدامين ويستقبلوا اللي غادي الحجاج ويقلسوا يريحوا ويأكلوا ويشربوا ويديوا الزاد ويزيدوا 40 كيلومتر دار خورا هذي ديرها شي واحد الله أكبر زيد واسمو دارو دارو سبيطارات واسمو دارو سبيطارات زيادة على العلاج وعلى الطباء واسمو دارين دارين شي ناس خدمينهم المال ديال اللي حبوس ديال المسلمين واسمو دارين يمشي وغير يجلسانا والسيد غادي نزوروا نقولوا نزوروا في السيد مريض بسرطان ياك وانوشي يجلسوا حذاء نقولوا السلامة كالك داريس فيها لخبار ونبقوا ونحضروا علاما وذاك المريض ما علامنا حضروا وحنا خالصين بفلوس الأمة واسمو على علامنا حضروا وانقولوا تعرف شي والله يدخل هذه المستشفرة ويتشافها وعلى شرح نقولوا هاد الشي التفعيل الإيجابي ديال النفسيين تعالى مريض أتعرف شي والله راه يدخل هذا السبيطار أدخل تلو تعرف مئة ألف هاد الشهر اللي يدخل هنا برا أتعرف عندنا واحد النوع ديال العلاج وهو ما بالعالي باش يسمع السيد باش يوسعوله في صدر دياله ويقويوا الأمل دياله في العلاج ويقويوا بذلك جهاز المناعة لأن الإنسان دائما عنده واحد تفاعل إيجابي بين النفس والبدن ولذلك كلما ارتاحة النفس كلما كان لها أثر إيجابي على البدن وكذلك العكس لأن الإنسان هو كتلك كل تأثيرتها متبادلة ما بين العقل والعاطفة والنفس والبدن ولذلك يوحد الطب اليوم جديد يقول لك ما يخصك تمين تبشي للطباب تبشي تعالج فقط المسائل العضوية هذه المسائل العضوية راه عندها عندها هي تكون نتيجة تعامل نفسي روح شوف له العائلة دياله المشاكل اللي عنده لأنه مش تعجل يبقى عاد المشكل اللي هو السبب هو المشاكل مع المرأة مع رجلها يدخل يقول له خلال دار الله لك خرجي من هي ديري من هي مشاء خد الله حتى مئة أخر شوفوا في مشاء بل كان هنا لك العمل جاشي العمل 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 التطوع الخيري حتى بالنسبة لمن الكلاب الضالة ديريلا فيني الاقتصال الضالة المسلمين سبقوا لفعل العجب في الأعمال الخيرية والله لو قرأتم لو قرأتم عن العمل التطوع الخيري الإسلامي عند أمة محمد لا رأيتم وسمعتم العجب حسبك بحال اليوم بفلوسكم ما تقدرش تدخل للسبطار حسبك بحال اليوم اللي ولت الناس كتقول أنا أنا الأنانية والأثارة كل الناس كانت فيها التضحية فيها الإيثار فيها يحبوا الخير للناس فيها يقدموا الخير للناس لماذا؟ لأننا بغي الآخرة لأننا بكيقول الخلق عيال الله وأحب الخلق إلى الله ينفعون العيالي كيقول لي وجيب لنا شي انت يا شي بنا شي شي منامذي جديدة نمذي جديدة كينبسها إن شاء الله تعالى عندكم بزاة في النمذي جديدة مناهي للخير كاتمشي درت المال هي هاك في 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 كي اسم موليكي فدد علي درت المراحل لذلك الناس فاشي توضعوا بنات لهم الجامعة الحمد لله وحل عمل خيري دي الوحد السيد الناس قامت عارفوش خصنا في هذي وقيتا نذكره دائما شكون هو اللي دروح العمال اللي واجه فيه المشروع الصاليبي دي الأوروبا وامريكا اللتي تسعى عن طريق العمل الخيري اللي تكفيري المسلمين واللي كانوا يجتمعوه فكل ورادوا فميريكان منصارة على أن ينصروا المسلمين فأفوق ألفين فألفين يكون شوك العالم يكون منصر شكونوا هذي اللي قام ضدهم بوحده ما قام تلادي ولا 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 شكونوا هوا سيد راماتو اللي عملي فات شكونوا هوا سيد اللي نقذ إفريقيا من عملية التنصير بوحده يو قولوا لي من الأورتن يلا كيره ها هي هو هو مرتو من الأورتن هو ما لا هو كير في الكويت كيف يسميه الدكتور زيد عبد الرحمن الصوميد رحمه الله الدكتور عبد الرحمن الصوميد ماذا فعل هذا الرجل ماذا فعل ماذا فعل مريض بالسكر زيد وصلوا حتى الخمسة وأمرض باش باش مريض بلاتونسيو وزيد كل شيء الأمرض مجتمع فيه وشوفوا اللي هم انتح هذا الرجل واسمه دار سلموا عليه دو خمسة ملايين ونص ديال الأفارق الرجل واحد الله هو أكبر الله هو أكبر خمسة ملايين ونص وشحال من بيري باش ما يكفروا شذوك الناس باش ما يسمقوا شذوك النصارات بما وشحال في إفريقيا الشرق وشحال ثلث ملايين بير ثلث ملايين بير وشحال بنا من مدرسة يعلم فيها الناس التوحيد وولاد المسلمين وشحال وشحال مئات الآلاف وشحال بنا من الجامعة بنا جامعات حتى اللي تخرجوا من الجامعات واحد الوزير في واحد الولاء إفريقيا كيتلاقها في واحد دولة جسلموا على يديه كوزير قالوا ملك شكونتا قالوا يا أنا ثامرة ذيال المجهود منين بنيت الجامعة في طنزانيا أنا التلميذ ديالها وأنا تخرجت من الجامعة الإسلامية من طنزانيا وراني وزير كذا في الدولة كذا ومرتوا عندها ثلث مئات مليون ريال كمويتي كل شي تصدقت بها في سبيل الله الله أكبر وقبل ما يموت كان غادي يديه لمن طعام لمن لمن العراقيين حينما قصفتهم أمريكا أه وتشقلب الكاميون وأصيب يعني تكسر ورجعوا به إلى الكويت وبقي سنة قريبا هكذا وارواها تشتي للصديق انتعوا قالوا لا تذكر هذا حتى أموت قالوا يا ما شكوا صاحبوا اللي نذكر هذا شكوا صاحب التلميذ موسى الشريف الدكتور موسى الشريف الطيار رحوا ديروا موسى الشريف الطيار وحاديثوا عن شيخي الدكتور سلوميت وتسمعوا العمل ديال الخير كيفاش كان عبد الرحمن الصميد أمه أمه وقد التقى به أخي في الكويت ويحدثني عنه كثيرا فأسأل الله تعالى أن يرحمه والنمذج بزاق في فلسطين وفي أوروبا كي يقدموا الخير لمن اليتامة غزة ويتامة وهو عمل مستمر نسأل الله أن يرزقنا إن شاء الله الصدق يا رب العالمين أمه اشتركوا في القناة